دلوقتي هقولك على عشر رصايح معظمها طبية هتفيدك في حياتك اليومية أول نصيحة لو جالك دوار أو تصابت بدوخة حط إيدك على شيء ثابت لأن الإيد بيكون فيها أعصاب بتدي إشارة للبخ تعرفه أن أنت في حالة توازن تاني نصيحة لو بتعاني من أرك في النوم حاول أن أنت تخط راسك على مكان بارد لأن وضع الرأس على مكان بارد بيساعد على تحسين جودة النوم لذلك تجد أغلب الناس يبحثون عن الجهة الباردة من الوسادة تالت نصيحة ما تمشيش على رجلك أو ما تسندش على إيدك وهي منملة لأنها ممكن تتكسر من غير ما تحس رابع نصيحة ضوء مفتاح التكييف أو بعض الفيش الكهربائية من الممكن أنها تأثر تأثير سلبي على نومك من غير ما تحس وده ممكن يسبب لك إجهاد وصداع لما تيجي تصحى خامس نصيحة مهما كنت متوتر حاول أن أنت تخسل وشك بالمية البردة لأن المية البردة بتقلل من التوتر والألأ سادس نصيحة إطالة السجود تقوي الزاكرة وتمنع الجلطة الدماغية وفتح العينين والنظر لموضع السجود يقوي عضلة العين سابع نصيحة الآلم اللي ممكن تحس بيه في رأسك لما تاكل شيء بارد ده بيكون سببه هو تجمع الدم في دماغك علشان يحافظ على درجة حرارته فحاول أن أنت تتجنب الموضوع ده النصيحة أو المعلومة رقم 8 فيه أشخاص بيكون عندهم منبه طبيعي بحيث أنهم بيقدروا يصحوا في الوقت اللي هم عايزين يصحوا فيه من غير أي منبه والأشخاص دي لديهم إحساس مضاعف بالمسئولية النصيحة أو المعلومة رقم 9 إزعاج شخص وهو نائن ممكن أنه يزود من خطر إثابته بالانهيار العقلي المعلومة أو النصيحة رقم 10 حسب علم النفس التواضع من أهم علامات الثقة بالنفس أما التقبر فهو من أهم علامات الشعور بالنفس ترجمة نانسي قنقر